تنورنا في الستوديو زاملتنا العزيزة في قناة العربية ميسون عزة ميسون أهلا بكي رمضان كريم الله أكرم كل عام أنتوا بخير نعطي عليكم شكراً والله تعبت عارق جبيني أنت قلت شكراً للعربية وإحنا نقول شكراً للعربية وشكراً لإلك على هالتقرير حلو على هالمبادرات الحلوة شكراً لإلكوا أنه منصة العربية كانت دائماً فتحة أبوابها للمبادرات الإنسانية الخامسة بدأت إنسانية ولمدة خمس سنين ممكن أزعم أنه كانت النشرة الإخبارية الوحيدة بالعالم العربي اللي يومياً تتطرق إلى الجانب الإنساني وهي رسالتنا أعتقد بالعربية طب أعطي من وقتك يا ميسون حدثين عن هالمبادرة الجديدة لميسون هلأ الاسم كآتي من وقتك لأنه كثير ناس بسألوني منين بتجيب بالوقت يا ميسون لأنه تعمل كثير مبادرات تتذكروا عملنا برمضان الماضي مبادرة تكرمهم تكرمني وطلعت هالمرة بهذه المبادرة أعت من وقتك لأنه الوقت جداً ثمين وهو الوقت اللي عندي هو نفسه اللي عندك ولكن كيف تستثمر هذا الوقت فأنا بحاول أبعث رسالي للناس أنه أنت بأي طريقة ممكن تستثمر هذا الوقت وخاصة للجانب الإنساني أنا أؤمن أنه يمكن فرض وإسقاط الجانب الإنساني بحياتك كلها إن كان بالعمل مثل ما عملت يعني كان عندي استضافة بمسائل عربية وقلت بس ليش ما أطفي عليها الجانب الإنساني ببيتك بحياتك كل شيء طيب ميسون أنا كمان بدي أستفيد من الوقت ووقتي المقابلة يعني التقرير كان جميل جداً واستمتعنا بمشاهدته وبهذه المبادرات بس أنا كمان لفتلي نظري هذا التوب الجميل اللي أبستي من الأجواء كمان الرمضانية اليوم لو تحكي لنا كمان عنه لأنه أول مرة بنشوف ميسون على الشاشة بلوق مختلف أنا لابسي توب فلسطيني طبعاً ما أعرف إذا الشاشة الكبيرة ممكن تفرجينها إياه توب فلسطيني من بيري السبع هذا التوب عمره أكتر من ثمانين سنة وفي رسائل يعني أنت لما تكوني بأي منطقة بفلسطين وتشوفي توب واحدة لابسيته بتعرفي من أي منطقة بتعرفي إذا كانت مجوزة أو مش مجوزة بتعرفي إذا كانت نجوزة ويمكن رجعت طلقت أو كانت أرملي إلى آخره فكل رسائل بيكون موجودة مثل البرقع البرقع كمان بفلسطين وهولمن بيري السبع وكمان عمره أكتر من تسعين سنة يمكن هولمن مقتلنيات اللي أنا جمعتها فبرقع بتعرفي إنه المرة عزبية أو لا وواحد بتعرفي إنه هي مجوزة أي واحد للسنجل والله بعدني مش عارفي انت بدك وبعدين العملات الموجودة هي مهر البنت آه أوكي حلو وطبعا بيعكس وضعها الاجتماعي ووضع أهلها كمان طب سريعا مايسو كيف الإقبال على هذه المبادرات والله الناس كانت سعيدة اتفاجأت في كثير منهم اتفاجأوا في كثير منهم آه كثير حلوة وعجبتهم الفكرة الجميل إنه مطعم سينسيشن وضع نفس الأموال اللي أنا حصلت عليها بهذا اليوم نفس المبلغ وضعه زيادة فقدرنا بالنهاية إنه نكفل خمس أيتام بفلسطين وهي شيء جميل بالمقابل تبنى المبادرة أيضا فرح يصير يعملها دائما مع شخصيات مختلفة اعطي من وقتك وبنفس الوقت لما كنت موجودة كان في صبية كمان قالت أنا بدي سو بيسيكلي كمان بتمنى إنه أشوفكم سير عدوى كمان إن شاء الله أشوفكم هلأ بس بدي أقول شغلة إنه ما حدا بحياته يقول إنه شغلي أصعب شغل بالعالم لأنه اشتغلت بالمطعم ما كانت سهلة لأنه بتتعاملي مع ناس كتير فترة الإفطار الناس كلها بده نفسها وبده معدتها فبيحاول واحد مع ابتسامي مع رمضان كريم إنه يقدمها يروح عن الناس وهيكي ولكن الحمد لله كان التيم كتير داعم لإليه وطبعا الزملاء باسل وسامر من العربية كانوا معي كانوا كمان صايمين فطبعا مية بالمية وإنت دائما صباقة في هاي المبادرات وصباقة مع تميز كمان فالله يديم همتك دائما ودعمك يا نادين يعني إن شاء الله كرمهم تكرمني تتبنوها إن شاء الله تتبنوا قعتي من وقتك طبعا أنا عم بلطشها لنا دين لأنه ما تبنت المبادرة تجاوبت شكرا جزيلا شكرا تحياتي شكرا